بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدين الكرام ومشاهداتنا الكريمات نرحب بكم مرة أخرى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نسعد دائما بلقائكم معنا في بث آخر الأخبار التي تريد علينا وقبل أن نبدأ فقط وفضلا وتكرما منكم نرجو التغطى على زر الإعجاب تشجيعنا منكم إلى القناة حتى نستمر بإذن الله وكذا بالنسبة للمتابعين الجدد ندعوكم للانضمام إلى العائلة زوم عبر الضغط على زر الاشتراك في المربع الأحمر أسفل الفيديو وكذلك أتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد هذا الفيديو سوف نخصصه لآخر تطورات قضية المعاشات في بصر بعد التجاذبات وبعد الأخذ والرد الذي كان في الشهور القليلة الماضية خصوصا وأن القضية قد وصلت إلى القضاء المصري الذي حسم فيها طبعا وهذا خبر فقط قبل أن نبدأ في الخبر الرئيسي فهذا خبر حول بدء في تحويل المعاشات ابتداء من يوم الأحد حيث قالت الدكتورة غادوالي وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تبدأ اليوم الأحد صرف معاشات شهر مارس لمحول صرفها على البنوك لمليون وخمسمائة ألف مليون مستفيد لمليون وخمسمائة ألف مستفيد بقيمة إجمالية قدرها ثلاث مليارات وسبعمائة مليون جنيه وتبعت ولي انتظام عمليات صرف معاشات شهر مارس إذ اطمأنت إلى سير عمليات صرف المعاشات بيسر وبدون شك وبجميع منافذ الصرف وماكينة الصرف الآلي التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقها بالإضافة إلى المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد كما أعلنت اللجنة المشكلة من قيادة الصندوقين الحكومي والعام والخاص التي تتابع عمليات الصرف على مدار اليوم أن إجمال عدد الحالة التي قامت بالصرف حتى أول أمس قد بلغت 5 ملايين و99 ألف عمليات صرف بقيمة إجمالية قريب 7 مليارات جنيهات وبلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال الماكينات الـ ATM الصرف الآلي مليون وثمانية وثلاثة وثلاثة وعشرين ألف حالة بقيمة إجمالية تقدر بمليارين وستمائة وستين مليون جنيه وعدد الذين صرفوا معاشاتهم أيضا عبر منافذ صرف صندوق التأمين الاجتماعي قدر بسبعمائة ألف ووحد وثلاثين حالة سبعمائة وواحد وثلاثين ألف حالة صرف بقيمة إجمالية مليار ومائة وسبعة وأربعين مليون جنيه بالإضافة أيضا إلى مليونين وخمسمائة واربع واربعين ألف حالة صرف قاموا بصرف معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية تقدر بثلاث مليارات وسبعمائة وستة وخمسين مليون جنيه وكانت والي قد أصدرت تعليمتها بمتابعة سير عمليات صرف المعاشات والعمل على حل أي شكوى من أصحاب المعاشات والقائمين بالصرف كان هذا أيضا خبرا عن الصرف وبداية عملية الصرف لكن هناك خبرا أيضا اليوم المعاشات يضرب بقوة ويحسمها هذا موقف من خرج معاش قبل 2005 وبعدها في تفاصيل الخبر قال سعيد الصبغ رئيس النقبة العامة لأصحاب المعاشات إن الحكم القضائي الخاص بالعلاوات الخمس لأصحاب المعاشات يكشف مدى التعنت الذي كانت تتبعه وزارة المالية لأنه في الفترة التي تم حجب هذه العلاوات عن أصحابها منذ 2006 كانت السنادق تتبع وزارة المالية في ذلك الوقت وأضف الصبغ خلال حواره ببرنامج لقبة عيش إن هذا الحجب جاء نتيجة حكم سابق للمحكمة الدستورية رقم تحت رقم 33 لسنة 25 قضائية عام 2005 الذي أعاد الحق لمن خرج معاش باستقاله بأن يتساوى بمن خرج معاش بسبب الوفاة أو العجز أو الشيخوخة فما كان من وزارة المالية إلا أن أقرت بحجب العلاوات لمن خرج بالاستقالة والوفاة والعجز والشيخوخة وكان هذا بمثابة تحدي للمحكمة الدستورية وتبع الصباغ أن هذا الحكم يعد انتصارا لأصحاب المعاشات منوها إلى أن هذا الحكم يعطي لأصحاب المعاشات حقوقهم بأثر الرجعي منذ 2006 وحتى الآن وكانت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الفقن برئاس مجلس الدولة برفض الطعون المقام من وزيرة التضامن الاجتماعي غاد والي وعيدت حكم محكمة القضاء الإداري القاضي بإضافة 80% من قيمة آخر خمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات الدعوة يعني كان أقامها السيد البدري فرغالي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات الذي طلب بضم الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات وقضت المحكمة لصالحه ما دعا وزارة التضامن وهيئة المفوض الدولة بالطعن على الحكم أمام محكمة الإدارية العليا كتعليق فقط قبل أن نواصل الخبر أولا القضاء المصري أظهر أنه بالفعل أصدر حكما عادلا بصالح الموظفين والغلابة والبسطة بأن أرجع لهم حقهم لكن الغريب هو أنه هو تعنت الوزارة التي التي قامت بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا والحمد لله أن حتى المحكمة الإدارية العليا قد انتصرت للحكم الابتدائي ويعني والله غريب أن بعض المسؤولين وبعض الوزارات تقوم بمعاكسة مصالح الشعب وبمجب الحكم القضائي يحق الأصحاب المعاشات الذين أصبحوا على المعاش بداية من 1 يوليو 2006 في الحصول على العلاوات الخمس من جانبها قالت غادا والي يعني بعد الحكم والحكم النهائي وهي كانت مضطرة بطبيعة الحال قالت بأن حكم الإدارية العليا تعليقا عليه بأحقية أصحاب المعاش في إضافة العلاوات الخمس إنها تحترم أحكام القضاء والمفروض عليك أن تحترمي أحكام القضاء لأنه يعني ليس لك خيار آخر يعني وهل لك خيار آخر ليس لك خيار مؤكدة في الآخير أنها تنتظر صيغة الحكم لدراستها لأننا نتمنى فقط أن يطبق الحكم لأنه في صالح فئة عارضة من أصحاب المعاشات في مصر حتى لا ينتظروا أكثر مما انتظروا وحتى يستفيدوا من هذه الزيادات ومن هذه العلاوات لأن فعلا المعيشة والقدرة الشرائية للمواطن المصري أصبحت كما وشأن طبعا ليس المصري فقط في جميع الدول العربية القدرة الشرائية للمواطنين ما عدا الدول الخارج المعروفة يعني فجميع الدول العربية الأخرى القدرة الشرائية للمواطنين يعني في تدهور ونتمنى أن يطبق الحكم دون تأخير ودون تعنت ودون تماطل هذا فقط كل شيء إذن مشاهدين الكرام هذا كان كل شيء ونجدد لكم الدعوة مرة أخرى بالضغط على الزر اللايك وبالنسبة للذين لم يشتركوا بعد فقط أرجو الضغط على الزر الاشتراك وهو الزر الأحمر وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته